فنقول في سؤال ورد من الأخت تالى العداوي تقول السلام عليكم فضيلة الشيخ أنا أرغب في العمل بمجال العمولات عن طريق الأنترنت الفوركس لكن أرغب في الاستفسار حول مشروعية هذا العمل فهل العمل بالرافعة المالية أو ما يسمى نظام الهامش المارجن حلال أم حرام هل العمولة المأخوذة من قبل الشركة الوسيطة مقابل إبقاء الصفقة مفتوحة لليوم التالي حلال أم حرام أرجو الإجابة على سؤالي ولك كل شكر والاحترام في البورصات العالمية هناك شركات وساطة بروكر تعلن للناس بأنها قادرة أو أنها مستعدة لتدخل الناس في تجارات عالمية لعلهم يغرون من خلال إعلاناتهم بالعوائد الكبيرة يغرونهم بالأرباح العظيمة يغرونهم بأن هناك نظاما عالميا إذا كان الإنسان يملك مهما يملك فإنه يعتبر جميع ما يضعه تحت تصرف تلك الشركات العالمية يعتبر عشر بالمئة فقط من رأس المال الكل الذي يمكن أن يضارب فيه أن يشتري ويبيع فيه إذن هذه الرافعة المالية إذا كنت أملك ألفا فإني أستطيع أن أعمل بعشرة آلاف وإذا كنت أملك عشرة آلاف أستطيع أن أعمل بمئة ألف أعمل ولكن لا أتملك كل رأس المال أنا فقط أتملك رأس مال الأساسي ولكن النظام العالمي الاقتصادي اليوم في البورصات تمكن من يسجل اسمه أن يأمر أن يعطي أوردر أوامر شراء أو أوامر بيع بعشرة أضعاف المبلغ النقدي المحول من حسابه إلى تلك الشركات هذه المسألة تندرج تحت بيع وشراء العمولات بيشتروا دولار ببيعوا يورو بيكون رأس المال بإحدى العمولات بيشتروا ين ياباني جنيه استرليني إذن هي في إطار بيع وشراء العمولات فالأخت تسأل إن كان هذا البيع والشراء للعمولات صحيح أو غير صحيح من الناحية الشرعية الفقهية لا بأس ببيع وشراء العمولات جائز مباح ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا شرطا وحيدا واجب التحقق ليكون بيع وشراء العمولات موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية إذن تجارة العمولات تعتبر صرف وشرط صحة الصرف هو التقابض في مجلس العقد ويلاحظ أن هذا الشرط لاغن هذا الشرط منتف هنا ثم إن الشركة تعد مقرضة للتسعة أضعاف لما هو حط الألف وآلوله اشتغل بالعشرة فهذه الزيادة هذا الفرق مقرضة الشركة مقرضة لك هذا المقرض تأخذ منك عمولات على كل صفقة تقومين أنت بها أو تقوم هي بالنيابة عنك هذه منفعة للمقرض والمنفعة للمقرض من الربا فكل قرض جرى نفع للمقرض فهو ريبا وهو حرام إذن لاحظنا بأن هناك إشكالان الإشكال الأول أن التقابض غير حاضر مع هذه الأخر أو مع الذي يرغب بالعمل في مثل هذه البورصات العالمية عشرة ألاف دولار يستطيع أن يبيع وأن يشتري بمئة ألف دولار فهذا لما باعت واشترت هل يتحقق القبض؟ هل يستلم؟ هل ينزل في حسابه؟ والسؤال أن الشركات تترك الحساب مفتوحا إلى اليوم التالي أو تتركه مفتوحا من أول الصباح إلى آخر المساء من بدء جلسة التداول إلى نهاية جلسة التداول هذا الزمن المفتوح سواء في اليوم نفسه أو لليوم التالي هو الذي نفى وجود التقابض منع الشرط الشرعي الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإشكال الآخر هو هذا الفرق هذا المبلغ الذي يسمح للإنسان أن يبيع ويشتري به وهو لا يملكه الرافعة المالية إذا كان حقيقيا فهو قرض وإذا كان وهميا فالكذب واضح فإذا كنا نتحدث عن مبالغ مضاعفة تصلنا لنتعامل بها لنبيع ونضارب بها ونشتري بها ثم نعيد إليهم هذا المال مع الزيادة مع العمولات فأربى كل قرض جر نفعا للمقرض للشركة سواء كانت الشركة الأصلية أو كانت الشركة الوسيطة المقرضة عندما ذكرنا هذه المسألة مرت معنا كلمتين كلمة فوركس وكلمة الهامش الفوركس والهامش والمارجين وهذه الأنظمة الاقتصادية العالمية هل هي صحيحة أو غير صحيحة هل هي مشروعة غير مشروعة ما أصل هذه الكلمات لماذا تتسلل إلينا من ثقافات اقتصادية غريبة عن بيئتنا عن مجتمعاتنا غريبة حتى عن تعاليم ديننا لذلك لابد أن نكون على حذر بعد الفهم الواضح أن لا ندخل في مثل هذه المضاربات ومثل هذه الصفقات التي توقع الإنسان في الربا والحرام دون أن يدري فالفوركس هو بورصة التداول في بورصة العمولات العالمية تشتري يورو مثلا وتبيعه متى عندما يرتفع ثمنه والفكرة أنك تحتاج لرأس مال كبير فتعطيك تلك الشركات الشركات الوساطة تعطيك رافعة مالية أي مبالغ مضاعفة عن الرقم الذي أنت أوصلت وحولت إليهم مبلغك الذي تمتلكه وهذا هو نظام الهامش هل الفوركس مصطلح علمي أو مصطلح شعبي محلي في بعض البلاد العربية كلمة الهامش بالإنجليزي كما ترون مارجن ما الذي يقابل كلمة الفوركس بالإنجليزية هي اختصار لسوق تبادل العمولات الأجنبية الظاهر أنها منحوتة من الحروف الأولى من الكلمتين الأوليتين الفوركس باختصار تداول في سوق العمولات ويتم التداول بنظام الهامش بورص الدمشق للأوراق المالية موجودة ولكنها تتعامل بالعملة المحلية وإذا تعاملت بعملة أخرى فإنما تبيع المحلية بالعالمي أو تبيع العالمية بالمحلية ليس هناك في بورص الدمشق على أقل تقدير فيما أعلم ليس هناك شركات وساطة تعطي الرافع المالية تعطي هامش المضاربة والمنافسة بأرقام مضاعفة على أصل المبلغ الذي يملكه الشخص الذي دخل إلى البورصة إذن سوق تداول العمولات موجود فإذا حقق الشرط الشرعي بالتقابض وأودعت في حسابي ألفا فاشتريت به مئة فوصلت المئة إلى حسابي فهذا جائز أما إذا أودعت مالا في الحساب وأعطتني الشركة إمكانية أن أتصرف بضعف أو ضعفين أو عشرة أضعاف هذا المبلغ فأبيع وأشتري فإن هذا هو الحرام الواضح البين